غادر فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي غادر مدينة نيويورك في طريق عودته للعاصمة المؤقتة عدن بعد مشاركته في مناقشات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انطلقت أعمالها الثلاثاء الماضي وخلال الدورة الأممية الجديدة خاطب فخامة الرئيس قادة العالم بكلمة لفت فيها إلى جذور وخلفية الحرب وحقيقة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المدعومة من النظام الإيراني والمقاربات والضغوط الدولية المطلوبة لإحلال الأمن والسلام في بلادنا كما أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لقاءات ثنائية ونقاشات مفتوحة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شملت سياسيين ودبلوماسيين أمريكيين وباحثين وفاعلين إقليميين ودوليين فضلا عن لقاء بقيادات وممثلين عن الجالية اليمنية في مدينة نيويورك كان في وداع فخامة الرئيس مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي عدد من أعضاء البعثة والسفارة